موسيقى على كل نظام حكم في مصر أو في دولة ظروفها شبيهة بمصر أن يدرك أن الأبدية لله وحده وأن احتمال التغيير قادم في أي لحظة هذه واحد اتنين أن يسعى إلى تسمع الرأي العام الحقيقي دون المرور بمن يحاولون تزييفه وإظهاره بصورة وردية ليست صحيحة سهل يعني كان صعب صعب بس هو هنا بقى يبدو زكاء الحاكم وخدراته أن يستمع لأصوات المعارضة يلتقي بالمختلفين معه لا يتصور دائما أن بينه وبين المختلفين معه حاجز لا افتح واستمع ليس كل ما يقولونه ضاررا بك قد يكون نافعا لك وقد يكون أنفع لك مما يقوله مؤيدوك لأن مؤيدوك أنت عارف حيقوله إيه لكن التاني حيقولك بعد لا تعلمه فالأبدية مستحيلة الأبدية مستحيلة معارفة القدر من الحرية الذي يجب أن تمنحه بالتدريج وفي شكل متزايد للمواطن العادي حتى يقف على قدميه وينضج ويصبح أهلا للحرية الكاملة ما هو ده اللي قاله الله يرحمه عمر سليمان وقاله أبلي أحمد نظيف وكان مصارع اعتراض من كل الناس أيوة لأنه بس هو ما ربطهوش بعملية التعليم والتسقيف الشعوب لا تولى الديمقراطية مش صحيح في شعوب كتيرة جدا لما تدي له ديمقراطية بيفهامها عن أنها فوضى الدستور الأمريكي تحط للموعة من الهمد الترتيب يعني لقتل يعني ما سواء حصل الدماء برضه وحصلت مواجهات مو مفهوم وصفك أنت ما أنتش عايز هذا أنت عليك أنك أنت تعطي كل مرحلة مش معانا أنك أنت بتتحكم في الناس أن مهامش الحرية تضمن أن يزيد سنة عن سنة المرجن 40% سنة جاء 50-60 تمشي معاك المجتمعات في حالة ندوغ وتنامي تسمح لها بالتعليم والصخافة أن تصل إلى مرحلة القدرة على الحوار في كل الموضوعات لكن هل هذا بيديك في القرن الـ 21 نعم بالعكس هذا في يديك أكتر لأن أنت عندك أجزة القياس للرأي العام والرصد الاجتماعي قوية جدا يعني أنك تبقى قادر على المعرفة أيها تبقى دلوقتي لو عندك زي دلوقتي تخش بقى على الفيسبوك وعلى الواتساب وشوف الناس بتقول إيه والقراء إيه هتسمع دلوقتي حواجز ده كان زمان